حين يحدث إعصار أو يحدث أي شكل من أشكال تحدث كارثة طبيعية فيضان ويهجر البشر لأنه قد هدمت بيوتهم غرقت أموالهم ذهبت كذا ألا تشعر بألم؟ ألا تشعر بتعاطف إنساني؟ تدبر معي في القرآن كيف يصنع تدبر معي في القرآن كيف يخلق حالة التعاطف الإنساني بين البشر بالمفردة هذه ليست آية توزع مالاً هذه آية تخلق شعوراً إنسانياً سامقاً حتى نفهم أن هذا القرآن العظيم ما جاء فقط لأجل أن يقول لك افعل لا تفعل هذا جاء لأجل أن يصنع منك إنساناً حراً نزيهاً مرهف الحس تشعر بآلام وأحاسيس غيرك ونحن هذا الذي نفتقر إليه اليوم تفتقر إليه المجتمعات الإنسانية قاطبة على تفاوت بينها ولكن نحن نفتقر إلى ذلك الشعور الإنساني ليس ما ينقصنا على وجه الحقيقة فقط الأموال المال يأتي ويذهب ويروح ويقل وينقص ويزداد ولكن الإنسانية إذا فقدت قل لي بالله عليك أنا لها أن تأتي من جديد